قلت أن النبي كان يذكر و كان يدعو الله لأمته في كل صلاة لم ينسى الأمة أبداً أبداً صلى الله عليه وآله وسلم كيف هذا و من أين هذا الكلام هذا الكلام ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت يوماً وجدت طيب نفس طيب نفس عند رسول الله يعني الزوجة أحياناً ترى زوجها إذا كان الوقت مناسباً لأن تتكلم لأن تعرض ترى تعبيرات وجهه ترى كيف يتكلم كيف يأكل كيف يمشي هناك أوقات السكوت فيكون أسلم السكوت فيها أسلم سواء للرجل أو للمرأة لإنسان غضبان إنسان حزين إنسان كذا 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 ليس في ساعة من العيش في حاجة مؤثرة على حياته على نفسياته على شخصيته و لابد أن أولى الناس بهذا الإنسان هي الزوجة هي الزوجة أولى الناس بهذا الإنسان و كذلك الزوجة أيضاً مفروض يعني يكون عنده فراسة لهذا الأمر و تكون المرأة أيضاً عندها فراسة في هذا الأمر في الزوجة و الزوجة لأنهما أقرب ما يكون من بعضهما البعض فالسرعيش تقول لما وجدت طيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته هادئاً وجدته مبتسماً مرتاح البال قالت اغتنمت الفرصة و لذلك إحنا دائماً يقول الإنسان الإنسان العاقل العاقل إذا كان له حاجة فليتخير الوقت المناسب لأن يعرض حاجته يتخير الوقت المناسب في أن يسأل سؤاله و لذلك إحنا بنلوم جداً جداً على قطاع كبير من المسلمين من طلاب العلم و من غير طلاب العلم و من الأبناء تجاه الأباء و الأمهات و من الصغار تجاه الكبار و من الطلاب تجاه العلماء أنه يأتي في وقت ليس مناسباً يأتي في وقت ليس مناسباً فيعرض حاجته و يعرض سؤاله و يتكلم و عندنا قاعدة أصولية تقول المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل فأنت تخير الأوقات المناسبة أنك تتكلم تخير الأوقات المناسبة أنك تعرض و لذلك في بعض الناس كما يقتحمون حياة غيرهم يقتحمون أوقات الناس بدون سابق إنذار كما نقول البستون سابق إنذار وعنده من الفضول ما يكفي لألاف مؤلف ويسأل عما لا يعني ويتدخل في الخصيات وفي الحاجات الشخصية ويسأل تبلي ماذا كذا 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 وعنده حديث حفظه وعلمه بل يعني لا أكون مبالغا إذا قلت أنه يعلم إسناده من الذي رواه ومن الذي تكلم فيه وكيف شرحه العلماء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني